مرحبا مواليد برش الميزين معكم كارمي شماس كيف بدوا يكون الأسبوع؟ أسبوعكم من الثانية 13 للأحد 19 تموز يوليو صرنا تقريبا بمنتصف شهر تموز يوليو يلي بالنسبة لألكم هو أسبوع هو شهر مفصلي تقريبا في تغييرات كبيرة في أحداث كبيرة يمكن تمر عليكم مرور الكرام هالفترة وما تحسوا بشي لكن إجمالا هي فترة دسمة جدا للأشخاص النشطين أو الأكتف يلي عندهم نشاط مهني أو اجتماعي أو حتى دراسي كيف بد يكون هذا الأسبوع لمهم؟ الثانية 13 تموز يوليو مع وجود الأمر في برش الحمل يعني تعني هذه الفترة كل شيء والأمر موجود ببرش الحمل فترة متعبة فترة تخلق عنكم شوية تشويش وشوية انزعاج من الصبح فيئين معقول تكونوا فيئين مش مرتحين أو نأذنين أو على عصابكم بتكون ترتاحوا شوي لأنه هي فترة عابرة ما تنزعوا ما تسموا حالكم ما تنزعوا جوكم هذه الفترة تبقى فترة فقط حتى الساعة 35 بعد الظهر توقيت العالمي يعني 38 دقيقة المساء توقيت بيروت يلي عم يتابعني من القارة الأمريكية تقريبا من الظهر أو من الصبح الأمر بينتقل من برش الحمل لبرش الثور إذن فترة وجود الأمر برش الحمل مستفزة لجميع ووليد برش الميزان كونوا حاضرين بينتقل بعد الأمر لبرش الثور بيبقى بهذا الموقع المريح لألكم كل التلاتة كل الأربعة حتى الخميس صباحا يلي هو الخميس 16 تموز يوليو حتى الساعة 5 و 3 صباحا توقيت العالمي 8 و 3 صباحا توقيت بيروت الصيفي فترة وجود الأمر ببرش الثور هي لتحسين لترقيع لتزبيط كل الأمور اللي ما مشي حالة السبت اللي مضى الأحد اللي مضى يعني 12 تموز يوليو والتنين 13 تموز يوليو عنكن مجال لتزبطوها لترقعوها لتردو الأمور شوي تلطفوها وتردوها إلى مسارة طبيعية إن كان مصالحة إن كان شوي دبلوماسية شوي اتصالات شوي حركة هناك ضرورة كتير 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 للمرونة بالتعامل مع الناس حتى يوم الأثنين كونوا حاضرين الخميس خمسة و 3 الصباح توقيت العالمي 8 و 3 صباحا توقيت بيروت تدخله بمرحلة حلوة وهي الأريح لأنه الأمر بيكون صار موجود ببشة الجوساء فترة كتير حلوة تستمر كل يوم الخميس كل يوم الجمعة بالثبت حتى الساعة 25 دايقة لمسى توقيت بيروت هيدا الفترة هي الفترة الأكثر نجاحة هي الفترة الأكثر انتصاراً هي الفترة الأكثر نجومية لالكون فمطلوب من موالي بوش الميزان شغله يترتب موعيده تترتب على هيدا الأساس نقوا اختاروا نوعية الوقت لأنكنيها يمكن أحياناً الإنسان ما بيقدر بيكون مضطر يكون عمله ومقابلته بنهار صعب حاولوا تختاروا الأوقات المناسبة لإلكن وهيذا هو غرض الأبراج الأسبوعية هي الأحوال الفلاكية بصراحة السابت إذن الساعة 2 ونص بعد الظهر توقيت العالمي 5 ونص بعد ظهر توقيت بيروت الصيفي بيترك الأمر موقع برش الجوزاء وبينتقل لبرش السرطان وهون دخلته بمرحلة مهمة جداً 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 لأنه الأمر ببرش السرطان عم بيخلق وبيخلق ولادة الأمر بتكون يوم مساء الأثنين لكن دخلته بمرحلة مهمة مرحلة قد تكون مفصلية مفصلية فيها تكون من ناحية إيجابية في ناس عم تتزوج حتى زواجها بهذه الفترة في ناس ممكن عم تخطب في ناس عم بتسافر في ناس عم بتطلع لأوراق في ناس عم بتحل قضايا فترة كتير مهمة مهمة جداً بتأسسوا فيها لمستقبل فضروري تكونوا هاديين ورايئين وعارفين إكزاكلي شو بدكن بعضوا عن المشاكل لأنه فيها شوية مزاجية اختاروا إذن أعمالكن حسب نوعية الوقت هناك حظوظ للجميع بشكل خاص 3-8 أكتوبر بديتمنى لكم أسبوع حلو بنرجع من التقي مع الأبراج اليومية وشهرية شكراً لألكون باي باي